ما حدث اليوم هل هو نتيجة غياب رقابة للدولة عن هذه الإقامات أم أن هذه الإقامات تسير بطريقة تجعل كل من هب ودب يدخل الإقامة حانين أسلح يدخل الإقامة تشار المقدرات داخل الإقامات أنتم أصدرتم بيان أسميتوها بإقامات الموت تفضل بسم الله الرحمن الرحيم البداية مشكوري على الاستضافة بسمي وبسم جميع الطلبة نتقدم بأحارة عزي لعائلة الفقيد نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الوسعة أيضا نتقدمه بأحارة عزي لكل أسرة الجامعية بالنسبة لما حدث بإقامة الجامعية بنعكنون هو شيء مؤسف لكل حال إذا كانت تكلمنا ربما على الأسباب والأمور هو يعني ضعف وإعدام رقابة وإعدام الأمن لأنه الأسف الشديد نحن ربما نوضح بعض الأمور أن هذه الإقامات الجامعية هي بجوار ديوان الوطني الخدمات الجامعية من المفروض أن تكون هذه الإقامات الجامعية نموذجية نحن نتكلم عن إقامات في العاصمة أولا إقامات بالقرب بجانب ديوان الوطني الخدمة الجامعية فبالك إذا كان الأسف منوضح السؤال هذا إذا كان هذه الحادثة صارت في إقامة بجوار ديوان الوطني الخدمة الجامعية فبالك الإقامات الموجودة في الجنوب في الشرق والغرب هنا هذه الأسف الشديد الأسبوع الباضي حادثة ممثلة في عنابة اغتيال طالب أجنبي بجامعة عنابة هذا الطالب ما عليش نوفقه على لسان بعض إطارات الوزارة هل قالوا بلي الطالب هذا هو خارج الإقامة طيب هذا الطالب هو داخل الإقامة هذا الطالب هو داخل الغرفة نتاعوا هذا طالب اللي دخله ما اندخلهش في التفاصيل على Benachات الحيثية بالضبط يعني واحد ما عنده الحيثية الآخرة هذا من المصالح الأمن أسكي طلبة وما هavier طلبة هل مقيمين غير مقيمين حانيا نتكلم عن الحادثة اللي صرعات أرجح القول يقولوا بلي غير مقيمين هذو غير مقيمين مين دخله دخله من الباب الإقامة هل فيه رقابة فيه أمن هذا يعني شيء واضح حاجة أخرى كما قلت حبيت نقول لك باللي ما كانش رقابة ما كانش أمن ضعف الأمن إقامات كما تكلم الأستاذ أكثر من 125 إقامة معظم منتوسط الإقامات فيها ألفين ضعف الأمن كيف نعم أنا جايك تصور أنت يا ألفين طالب في إقامة جميعية يحرصوه خمس حراص معقول هذا أو غير معقول حاجة أخرى الكاميرات تكلم على رئيس ديوان قال باللي فيه كاميرات تزعف في كل أرجاء الإقامة وكذا معظم الكاميرات مش تمشي ديني ديكور شباه معظم الكاميرات مش تمشي كثير من طالباء يسرقوا تلك مدين إقامة قداء يعني ربما في اليوم توصلك شكوا باللي يسرقوا له واحد بيسين تاعوا على تليفون تاعوا هذا من تكلموش ربما هذه تكون شوية بسيطة نعم فيه سريقات يحطوا بوزيو بلانت تحتهم حتى العمل جايبة يبدأ البحث هذا يعني إحنا حبيت نقول لك نقص الرقبة الأمن مكانش بالنسبة لكاميرات الكاميرات تيرفيون كامل حابسين ديني مشباح وكامل ديكور ترجمة نانسي قنقر